موسيقى يزداد عدد السكان في العاصمة الفيتنامية هانوي في شكل متواصل مع انتقال عشرات الالاف سنويا اليها وبحسب احصاء رسمي ينتقل 230 الفا من سكان الارياف الى المدن الكبرى كل عام الحياة شقة جدا في الارياف لا يمكن ان نكسب المال الكثير علينا ان نجهد في الحقول مع ذلك الحياة في المدينة ليست سهلة بالنسبة الى مونغا فاضافة الى عمله كفني كهربائي هو يساعد ايضا زوجته في مطعمها وهما يكسبان معا 600 دولار شهريا ما يسمح لهما باستئجار شقة وتغطية القسط المدرسي لتفليهما يسهم النازحون عن الارياف في النمو العمراني والاقتصادي للمناطق الصناعية بفضل طاقتهم وحيوياتهم ويقتن في المدن ما يقرب من ربع البيتناميين البالغ عددهم الاجمالي 90 مليون وقد زاد عدد سكان اكبر مدينتين هانوي واتشيميني اربع مرات تقريبا منذ ثمانينيات القرن الماضي وهو ما وفر اليد العاملة اللازمة لتحسين الصادرات والنمو الاقتصادي ما من حدود بين المدن الكبرى والمناطق الريفية النزوح عن الارياف امر طبيعي للغاية غير ان لهذه الظاهرة اثار سلبية ايضا اذ تسبب ضغطا على حركة السير والخدمات العامة وشبكة المياه بحيث باتت البنى التحتية واجه صعوبة في التكيف مع وطيرة النزوح السريعة هذا اشتركوا في القناة